أهلا وسهلا فيكن أنا الدكتور محمد وبهذا الفيديو رح نحكي عن واحد من أهم الفيتامينات يلي بيحتاجها جسمنا بشكل يومي وفي حالة نقصه بالجسم بيبدأ يسبب عنا مشاكل كتيرة وخصوصا بالأعصاب فيديو اليوم يعتبر مميز ومهم جدا لأنه رح نحكي فيه عن فيتامين با 12 رح نعرف شو هي فوائد هاد الفيتامين وشو الأعراض يلي ممكن تبدأ تظهر عندي في حال كان عندي نقص بفيتامين با 12 وبالنهاية رح شارك معكم أفضل المصادر الطبيعية يلي ممكن نحصل منها على فيتامين با 12 حاولوا تركزوا معي كتير منيح بالفيديو لأنه المعلومات يلي رح نحكيها رح تكون مهمة جدا لجميع الأشخاص بمختلف أعمارهم وخصوصا أنه فيتامين با 12 ما بيتصنع داخل أجسامنا لذلك الحل الوحيد للحصول عليه هو اتباع النظام الغذائي يلي حنشاركه معكم بالفيديو فيتامين با 12 أو المعروف بالكوبالامين هو فيتامين أساسي بيحتاجه جسمك بشكل يومي للعديد من الوظائف الحيوية المهمة مثل تصنيع كريات الدم الحمراء والحفاظ على صحة وصلابة العظام ومنع الهشاشة هذا غير أنه ضروري جدا لصحة الدماغ والذاكرة وفي حالة نقصه بالجسم بيبدأ يأثر على النشاط ويسبب خمول هذا عدا فوائده التانية يلي بالحقيقة لا تعد ولا تحصى مثل تقوية الأعصاب والحفاظ على صحة البشرة والشعر وغيره طيب خلينا نعرف شو هي الأعراض يلي ممكن تظهر عليك في حال كان عندك نقص بفيتامين با 12 أول علامة ممكن تدل على لقص هذا الفيتامين هي تنميل أو خدران بالإيدين والقدمين تاني علامة هي الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم تالتا الشعور بالاكتئاب وبيبدأ المريض يعاني من مشاكل بالذاكرة رابعا شحوب بالبشرة خامسا عدم القدرة على التركيز وسادسا وأخيرا شعور بالدوخة ومشاكل بالحركة والاتزان نقص فيتامين با 12 غالبا بيكون سببه مرضي مثل الإصابة ببعض الالتهابات المزمنة أو بعض أمراض الجهاز المناعي أو ممكن يكون النقص نتيجة بعض الأدوية يلي بتأثر على امتصاص فيتامين با 12 من المعدة وبعيدا عن الأسباب المرضية ممكن يحصل نقص فيتامين با 12 نتيجة عدم تناول كمية كافية منه من خلال الطعام مثل ما حكينا أنه جسمنا غير قادر على إنتاج هذا الفيتامين بالتالي إذا ما تناولت كمية كافية منه لفترة طويلة ممكن يحصل نقص بمستوياته داخل الجسم وبيظهر هذا الشي بشكل واضح عند الأشخاص النباتيين يلي ما بيتناولوا أي منتجات حيوانية وغالبا هدول الأشخاص بيصابوا وبينقص فيتامين با 12 لأنه هو غير موجود نهائيا بالنباتات ومنحصل عليه فقط من خلال المصادر الحيوانية وهلأ منيجي للجزء الأهم من الفيديو يلي رح نعرف فيه شو هي أفضل المصادر الطبيعية يلي ممكن نحصل منها على فيتامين با 12 أولا عنا كبد أو كلا الحيوانات وخصوصا الضاني أو الخاروف بالإضافة لفيتامين بي 12 فبيحتوي كبد الحيوانات على عناصر مهمة مثل النحاس والسيلينيوم وفيتامين ألف وفيتامين بي 2 ثاني مصدر هو سمك السردين أو التونة سواء الفريش أو المعلب اثنين هون بيحتوي على كمية عالية من فيتامين بي 12 بالإضافة لأوميغا 3 يلي إله العديد من الفوائد الصحية ثالثا لحم البقر يلي يعتبر مصدر ممتاز لفيتامين با 12 بالإضافة لأنه بيحتوي على كمية لا بأس بها من فيتامين بي 2 و 3 و 6 رابعا منتجات الألبان والأجبان والبيض تحتوي هاي المنتجات على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم لدرجة أن بعض الأبحاث وجدت أنه جسمك بيمتص فيتامين با 12 الموجود بمنتجات الألبان بشكل أفضل من فيتامين بي 12 الموجود باللحوم والأسماك أما بالنسبة للأشخاص النباتيين فممكن يحصلوا على حاجتهم من فيتامين با 12 من بعض المنتجات المخصصة مثل الحبوب المدعمة أو من خلال المكملات الغذائية وهيك ما نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى تكونوا استفدتوا منه ونال إعجابكم بشوفكم بالفيديو القادم على خير إن شاء الله